التعليم الخاص لا يعرف الرحمة كلمات عبر من خلالها متحة شلبي عن معاناة أولياء الأمور من المدارس الخاصة فشلبي الذي يدرس أبناءه في المدرسة الألمانية يقول إن أصحاب المدارس يحاولون فرض إرادتهم من خلال الإصرار على تحصيل المصرفة مضافا إليها زيادات بعض المدارس أو بعض القائمين عليها وجدوا في الفوضى الموجودة اللي هي عمت كل حاجة وجدوا الأسف فيها فرصة مناسبة جدا بالنسبة لهم لأن هم ينفردوا بأولياء الأمور ويحققوا مصالحهم المدارس دي بتحميها صفارات أو بتتوسط لها شقين شق الصفارات والجهات الأجنبية اللي هي تابع لها والشق الثاني إن معظم ملكها ما بين رجال أعمال لهم سقة الواتصالات وما بين مسؤولين حكومين موجودين في الدولة لم يكتفي أصحاب المدارس بذلك كما يقول متحة شربي بل أضفوا زيادات جديدة على رسوم الخدمات الأخرى التي لا علاقة لها بالتعليم الفرصة كانت مواتية في الخدمات أكتر بكتير لأن ما فيش قانون أو القانون بيحددها بس بشكل موارب مش حازم زي المصرفات فإذا كانت في المصرفات هم يعني انفردوا بأولياء الأمور فما بالك يعني طبعا يعني مش عايزة أقول حكوة وصل الأمور لأن مثلا أنت بتتكلم في رسوم كتب دخلها يعني حاجات اللي هو أرقام يعني خمس تلاف جنيه وستلاف جنيه لكن كيف يرى شربي تعامل وزارة التربية والتعليم مع المدارس الخاصة والتي حذرتها من رفع المصرفات وهددتها بوضعها تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة لكن مدرساتنا نحن ملك لمسؤول حكومي موجود كبير رفيع المستوى في الدولة وبالتالي كل قرار أنت بتاخده كل لجنة بيطلع تقريرها وكل قانون في الدنيا أو كل مخالفة بيقف في الآخر خالص على الورق وعلى الضرج هو بيعجز الوزير أنه يرضع المدرسة وكانت بعض المدارس الخاصة قد شهدت احتجاجات واسعة لأولياء أمور الطلاب تنديدا بمحاولات رفع المصروفات هل بات التعليم الخاص في مصر مجرد تجارة تساؤل يطرح أولياء أمور الطلبة بعد أن ضاقوا الضرعا برفع المصروفات وعدم وجود اهتمام بالعملية التعليمية في ذات الوقت محمد شعبان اليوم على الحرة القاهرة